لكن الكلام عن الحديث عن ملعب المباراة النهائية قبل التآهل وإن ده في بعض الخصوم لا يحترموا منافسيهم فأنا ضد الكلام ده في التوقيت ده ليه؟ لأن ده في جزء من شحن الجمهور في فرق ما بين مدرب بيحاول يستخدم العالم النفسي طبعاً كابتن وليد الرجراجي كان لعيب مميز جداً ويعني كان بيلعب في جيل المغرب العظيم في بداية الألفانيات اللي كان بيضم لعيبة مميزة جداً بيلعبه في أفضل الأندية الأوروبية ولكن أنا في رأيي أن توقيت الشح مش في محله يعني تصريحات الكابتن وليد الرجراجي فيما يخص عدم احترام الأهلي لمنافسيه أنا في رأيي أنه مش في محله ومش توقيته لأن ده ممكن أنه يشحن الجمهور ضد الأهلي في مباراة المفروض أنها تقام في المغرب فأنا سعيد جداً وبأكد في التوقيت ده أنه لازم العقلاء دايماً هم اللي يكونوا بيتكلموا يقولوا الكلام اللي المفروض يتقال لأنه أنت فيه ألاف من الجماهير بيتبعوك في كل كلمة بتقولها خاصة إذا كان منصبك منصب مهم وحساس جداً زي منصب المدير الفني فما حصلش الأهلي وهنا مش دفاعاً عن الأهلي ولكن الأهلي لما بيدور على حقوقه وبيستبق الأحداث قبل ما يسعد أنه هو بيصدر بيانات وأنه هو بيحاول أنه هو يحافظ على حقوقه ده مش معناها أن الأهلي ما بيحترمش منافسيه معناها أن إقدارة الأهلي بتحاول أنها تجيب حق النادي لأن وبرضو الكلام ماروش أي علاقة ضد المغرب مش طبيعي يا جماعة أن مطشين نهائي بطولة أفريقيا أبطال الدوري الاتنين يلاقيت لعبوا على نفس الملعب وفي نفس البلد وجبت لحضراتكم يعني أمثلة سابقة في المطشات النهائية بتاعت الـ European Champions League أو بطولة دوري أبطال الأوروبا ولقنا أن دايماً كل سنة الملعب بيتغير الملعب بيتغير إزاي؟ وهنا دي نقطة مهمة جداً دايماً الملعب اللي تلعبت عليه المباراة النهائية فالموسم اللي قبليه بيبقى متشال أصلاً من الملعب اللي ممكن أو من حقها أن هي تترشح لاستضافة المباراة النهائية في الموسم اللي بعده طبعاً الناس في أوروبا فعندهم نظام زي ما قلت لكم سابقنا بكتير فلما بيجوا هما بيحطوا بعد سنة وبعد سنتين فخلاص مفيش أصلاً option عشان برضو اللي يخوا في المغرب بيأكدوا على الحتة دي حتة دي هما بيتكلموا على حتة الإجراءات الإجراءات صحيحة صحيحة لأن مفيش قواعد في الاتحاد الأفريقي عادلة وقلت لكم أنت المفروض الطبيعي الملعب اللي تلعب عليه وهي دي على فكرة النقطة اللي بيتكلم فيها النادي الأهل أن مش طبيعي مش طبيعي أن المباراة النهائية للطولة الأفريقية أبطال الدوري اللي هي أكبر بطولة في القارة أن هو المباراة تقام على نفس الملعب عامين متتاليين ليه؟ ليه؟ لأن مش من العدل مش من العدل بالعقل كده بالعقل يعني إيه؟ زي ما بيقولوا ربنا أعرفوه بالعقل إمتى شفنا الكلام ده بيحصل في الدول اللي سابقاء في القارات اللي سابقنا في الكرة لا يمكن هتلاقيه بيحصل فهي دي النقطة اللي بيتكلم فيها النادي الأهل في حياتة أن إمتى هتدخل الأندية المصرية في مشكلة مع الأندية المغربية وتلعبه بالنار زي ما بيقولوا ده كلام مش مظبوط وده كلام أدى قبل كده لوقائع وأحداث مؤسفة عمرنا كلنا ما نتمنىها أو نتمنى أنها تحصل مرة تانية أبدا فلازم الكلام يبقى صح ويبقى موزون ويبقى معروف بيتقال إيه؟ ما بقاش فيه أي نوع من الشحب قبل المباراة وده مهم وحط تحت الكلام اللي بيقول لك ده يعني مليون خط فسعيد جدا أن القرار الأول مترتب البيان مترتب بشكل كويس إن اعتزاز النادي الأهلي وهنا النادي الأهلي لما بيتكلم بيتكلم باسم كل الكرة بيتكلم باسم الكرة المصرية كلها إن المشكلة مش مع المغرب أبدا إقعوا حد ياخدنا في المناطق دي تاني إقعوا إحنا كلنا علاقتنا طيبة ببعض وكلنا إخوات وكلنا في الآخر دي مباراة الكرة القدم آه كل واحد بيحارب على نديه كل إقدارة آآ بتحارب على أنها تحافظ على حقوق آآ نديها بما يراه طبعا كل طرف إنه هو عادل آآ ليه وفي الآخر الكرة ليها موازين يا جماعة كرة ليها مزان ينفع إنه مثلا أنا راجل زمالكاوي مثلا ينفع أو إمتى شفنا إنه نادي الزمالك مثلا هو موجود إنه مرتين ورا بعض يتلعب المباراة على أستاذ القاهرة أو أستاذ بورج العرب ده عمره بحصل عمره بحصل السنتين الوحيدين اللي كان المباراة النهائية في ملعب واحد المطشير اتلعبه في المغرب وإنهاء الكونفدرالية اتلعب في المغرب مطش بيرامدز ونقضة بركان ونفس الملعب كان مرشح في 2020 لولا الأهلي والزمالك صعدوا الله فطبعا ده كلام يا جماعة إحنا عارفين كويس جدا إن طبعا الأستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعية المغربية أو رئيس اتحاد الكرة القدم مغربي راجل قوي جدا قوي جدا داخل الاتحاد الأفريقي وكلنا عارفين إن إحنا عايشين في عهد هذا الرجل دلوقتي فيما يخص التحكم في قرارات مهمة في الاتحاد الأفريقي لكن مش كده كل حاجة أكيد ليها حدود ليها لمتس كل حاجة ليها حدود فطبعا القرار الأول قرار يعني سليم وترتيبه سليم قرارات تاني خوض المباراة النهائية لدور ربطة الأبطال في أي ملعب داخل القارة الأفريقية انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه وهنا بقى دي نقطة مهمة جدا الأهلي بيقول إنه هيلعب في أي ملعب في أفريقي بما فيهم طبعا ملعب محمد الخامس وده تأكيد تأكيد إن الأهلي معندوش أي مشكلة إنه يلعب في أي مكان ترجمة نانسي قنقر